السلام عليكم ومرحباً بالناس لهم يشاهدوا فينا عمداخ الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحباً بكم في قناة شوبر الديزاد اليوم الحصة التعناه وينغانين نكلموا على الريال مادريد وين يزدم الجامعة الملكة المغربية لكورد لكورد القدم وين يرفض مشاركة إبراهيم دياس في أولابيات باريس والمحاولة الأخيرة من المغرب لإقناع الملكي يعني وين يعاونهما رفضوا لكن وين كما نقول لحنا الاتحاد المغربي لكورد القدم وين يحاول لإقناع إدارة ريال مادريد وين أكدت صحيفة الأس الإسبانية أن النادي الملكي قرر منع دياس من المشاركة في الألعاب الأولابية رفقة أشبال الأطلس يعني إيفان تروى لرغم معاولين بشيروحوا بعيد في هذه المشاركة بسبب غياب عدد من لعبين مشاركين في كاس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وهذا الصيف يعني كوبا أمريكا يعني مكتظة يعني من قلوب لبرمجة يعني برمجة جهنمية وأوضحت الجريدة ريال مادريد أخبار أخبار إبراهيم بأنه من المتوقع بأن يكون لعب مهم للغاية في بداية الموسم حيث تفاهم اللعاب المغرب ذلك بغض النظر عن مدى رغبته في حضور للحادث الأولمبي وأصلا كان يقصت معاه الإدارة المغربية لكرة القدم ويقصوا معاه باش يكون رقم واحد في المنتخب المغربي باش يلعب الأولمبيات يعني بزيب سوالح ويشيء لأن الجامعة الملاكية المغربية لكرة القدم ستحاول مرة أخرى إقناع النادي بالتخلي عن إبراهيم دياس كما فعلت مع ريال فيتيس وفياريال الذين قرر السامح لعبدالصمت الزرزوري وإلياس أخموش بالمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024 يعني الشهر قادم إن شاء الله قد يكون الشهر قادم هذا يكون الشهر قادم إن شاء الله ويتمنى ولهم يروحوا بعيد في هذه المنافسة يعني نتمنى إن شاء الله بربي هما فانك مصر مصر يعني فانك نتمنى وله فانك تروح بعيد إن شاء الله بربي في المنافسة خاش كين زوج على ما أظن في شمال إفريقيا كين مصر وكين المغرب نتمنى ولهم يروحوا بعيد إن شاء الله وين منتخب الواطع يعني وين أقسيها في التصفيات يعني في التصفيات وين خسر حاجة نتمنى إن شاء الله المنتخب المغربي منتخب المصري وين يروحوا بعيد إن شاء الله ونفرحوا ونفرحوا معهم يعني بالمشاركة مشرفة لكوانة القدم الإفريقية هذا من هذه وين يخدمها من هذا إن شاء الله ربي لخ ech steht اللي نشوفوا بأن يروح بعيد في هذا الدورة وزعمت وسائل إعلام الصادرة يوم الأربعاء أن إدارة النادرية الماضية الإسبانية اتخذت قرار بشأن عبد إبراهيم دياز بالفعل بعد موسم مميز وتاريخي لصناعة لصانع ألعاب الدولي المغربي الذي حصد خلال تلس بطولات مع الفريق الملكي وأسهم دياز في الحصول ريال مادريد على اللقب دول أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدول الإسباني وكأس سوبر المحلي دياز عاد لتوم من فترة إعارته لمدة موسمين مع فريقه ميلو الإيطالي وبمجرد عودته إلى ريال مادريد أحدث فرق ملموس وسعاد الفريق في حصد انتصارات في كل البطولات التي خضها ليضع لعاب بصمته واضحة في التشكيلة المدرب أنشلوتي خاصة أمام نادي ألماني بعد كي يسمو ذلك نادي وين ملكا هو لجاب الربحة هل تعقولوا له هو لجاب الربحة هذه العقد براهيم دياز في طريقه للتجديد وحسب يعني دي ريال إسبانية موقع اسمه دي ريال الإسبانية فإن ريال مادريد يهدف إلى تعزيز العقد إبراهيم دياز في أقرب وقت ومنحه عام إضافي لينتهي تعاقده في صيف 2028 بدل من 2027 بعد المستويات الباهرة التي ظهر بها الموسم الماضي ويتطرق المصدر إلى زيادة في الراتب اللعاب أو التحسين يعني بعض البنود المالية لكنه أشار إلى أن إدارة تهدف لإبقائه على إبقاء على دياز وتأتي هذه الأخبار تزامنا مع اهتمام يعني قوي من فريق أرسونار ووصيف الدور الإنجليزي الموسم الماضي للتعاقد مع دياز هذا الصيف فقد ذكرت تقارير صحيفة أن أرسونار وضع صانع ألعاب لأسول الأخبار في طالعات أهدافه الصيفية ويعتقد أن وصول الفرنسي بابي إلى ريال مادريس سيقضي على فرص دياز في اللعب بصفة أساسية مع فتح مجال للأندية الأوروبية لبدء التفاوض مع اللعاب الذي قد يكون حبيث مقاعد بدل بودالاء الموسم المقبل في ملعب سانتاغو برنابيو بصعب كاش منها كاش منها لعاب يكون لعاب على أخر ما تبليساش ولا بابي ما تنتجي بستعرف الناس ما تخمم لك شيء معك ما تخمم لك شيء معك ومع أن عبد إبراهيم دياز ممتد إلى عام 2027 فإن ريال مادريس قد ينفتح على بيع اللعاب المغربي إذ وصل عرض قوي هذا الصيف دياز أنهى يعني الموسمي يعني أنهى مشاركته مع المنتخب المغربي في الفترة التوقف الدولي الحالية حيث خاض معه مبارتين زومبيا والخونجو في انتصار الأسود الأطلس بنتيجة هدفين لهدف وست أهداف مقابل صفر حيث عزز الرجل المدرب واليد الرقراغي صدرتهم يعني رجال عززوا رجال المدرب واليد الرقراغي صدرتهم للمجموعة الخابسة وخاض اللعاب المغربي 44 مباراة في كل بطولات بقاميص ريال مادريد وتمكن من تسجيل 12 هدف وصناعة 9 هدف يعني أخرى عنده ساهم يعني 12 بتسعة ساهم في 21 يعني ساهم في 21 هدف ويلعب 44 مباراة سجل 12 هدف تسعة تمريرات حاسمة وتلس ألقاب تخدمها صباح الله صباح الله يخدمها المهم نتمنى إن شاء الله بربي يلعب أنا مراجم من الناس ماذا بياه لو كان يلعب مع المنتخب الأولمبي والله ماذا بنا تكيباش ماذا بنا كو يلعب مع المنتخب الأولمبي يعني يعطي قوة واخد أخرى هذه هي ما زالوا ما يشوفوا معهم يشوفوا يحاولوا مرة أخرى غالي حاولوا مرة أخرى هذه هي شو بيره درع الابي بي يتخل التاريخ وبيرق قياسي عنده عدور مين عام اوه واندور دور بين عام اه اه ديناس يتخدم موتا 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 اغني نقولوا بلي يودي اليوم وين المنتخب المغنبي وين نكسب يعني اللاعبين أقوياء ونقولوا أولا هذي كورة قدم كان يبغي نخرج فيه سياسة أو لا حرارة كنت كلمون تكلموا كورة قدم كنقول بلي لاعبين واحد يستعرف لي يعرف بولا أنا نحترف الحقيقة يعني لاعبين وين عندهم ديفيكتيف نتمنى ونكونوا عندنا لعابين يستهدون وخدش يستهدون منتخب المغربي يستهدون يكون عنده يدي اللاقب تأهو أحسن منتخب في إفريقيا قالوا هل لعابين وين عنده رمي لعبوا اقوى لعبوا تيتيلان وكيشوا يعني المشركات تحو متاذب ذيبا لا ونهجوا في الريال وعبوا في فاريسة جنمى وعبوا في بايرمينيك وعبوا في واسطهم يعني وين يلعبوا نورمال عادي لا يوجد إشكال كائن المنتخبات للعابين لا يوجد إشكال لا يشاركوه كثيرا ومشاركات كون متذبذبة هذه هي الله كل شعلا رب لا تنسوا أن تركنا ونشاهدنا في الفيديو ونشاهدنا معكم بجديد ونشاهدنا معكم ونشاهدنا معكم